لبنات جبت ليكم واحد للمولاتي الوصفة للقضاء على شي حاجة اسمي تشيب ببتداء من اليوم ودعي لي الشيب وخي يكون عمرك 50 60 70 80 يعني مهما كان العمر ديالك عتخلصي اليمنو زائد انو هاد الوصفة كتقضيحتي على مشاكل الشعر كتعتك لمعان كتعتك اشراقه وكترتب الزغبة وكتكون حرشة ومكردده يعني انا عارفة بعض البنات شعر ديالهم شوية حرش يعني كيكون مكردد ناشف الاقصى درجة فكيبغيوشي وصفة تعالج ليهم الشيب وفي نفس الوقت ترتب ليهم الزغبة لانو كين بعض الوصفات الطبيعية ولبعض السيبغات كيعالجوا الشيب ولكن كيش حططو الشعر كيخلوه ناشف ومكردد فبالتالي احنا بغينا وصفة تعمل علاجوش ديال الحويج علاج الشيب او للقضاء على الشيب كذلك ترطيب الزغبة وادلاغوست كتعالج حتى التقصف وحتى الفراغات وحتى التساقط وكتكتف الزغبة يعني الزوينة بكل ما في الكلمة من معنى انتمنى يا رب انكم تحيدوا العقز وطنود وديروا ليالا غوستات وتقول لي في كومنتر والفخانس التعليقات انكم فعلا جربتوا لاغوستات لانو انا ما نبغيكمش تفرجون بباب فرجة فقط وانما نبغيكم تفرجون بباب الاستفادة وما تنسوناش البنات من اللايك بليز اي وحدة كتشوف يدبا تفرجر الفيديو باللايكات مرحبا بكم والف مرحبا كذلك اشتركوا في القناة شنو كتسناو فمرحبا بكم البنات ان شاء الله العائلة دينا غدا يوم على يوم كتزيد تكبر بكم فاشتركوا وفعلوا زي الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد كذلك المجربة بخصوص علاج الشيء بوتر طيب الشعر او الزغبة إلا عندكم شي وصفة زوينة فعلا كتستحق منكم انكم تشاركوها معنا فمرحبا بيها وانا بدوري ركا نقيد في الاجوندا ديالي جميع لي غوصيتها كتزويني المجربين مضمونين واي وصفة فعلا نحسيت بها انها امنة سوف نقوم بتقطعها معكم في القناة بيش تعمل فائدة الجميع بعد تجربتها اللي سوف نجربها بعد نشاركها معكم بشكدا نكونوا واضحين مع بعدياتنا وعلى بركة الله يلا هوا معي باش نتعرفوا الى مكوينة الوصفة والطريقة يتحضر دياله بزيان مليون البنات ودعو ليش حاجة اسمتها السباغات الكيموية لانو حتى المؤخر المراهقات يعني البناتلي في سنة 18-19 و لو تيمشوا و تلجؤوا لها السباغات يتقول لك اراكت كتعالج لي مثلا بعض الخصل ديال الشيب هكذا يعني بعض الزغبات فيهم الشيب اولا يعني اللو الأبيض و لا كتقول لك بتنسبوك مثلا بلو الأشقار بالبني بال يعني الأجوري ولا الأحمر على حسب كل واحدة و الدوق ديالها ولكن اللي بنات كينين وصفت زويني إلا بنسبة الأجوري ولا الأشقر ولا البني ولا الأزرق ولا الأي لون بغيتو هنخدموا لكم فلاشين مهمتو ما غي تلبو مني يعني لغسيت اللي باغي و أنا معلي إلا تلبيس الطلب ديالكم جيكم باي حاجة و ما شاعد غنجيكم را كينين في القناة ما شاء الله عدة وصفات لابني سبا سيباغات الشعر بالبني الأشقر يعني كينين بزاف تلوينات و لما كانوا شيء ألوان أخرى بغيتو هنخليولينا في التعاليق عشنو باغين و نجيكم بيهم لانو اي حاجة فاش كتتصابع الليد اي حاجة فاش كنخدموها و كتكون فعلا نزوينة راها كتنال استحسان ديال الجمهور و ديال بزاف الغزالات المهم بدون إطال عليكم يلا هم عين تعرفوا على المقادر المقادر اللي بنات غا تحتاج معايا البيض إما البيض البلدي أو البيض العادي على حسب اللي توفر عندكم إما البيض البلدي ولا البيض العادي بجوجهم مزيانين و كذلك غا تحتاج معايا بودرة أوراق الريحان يعني كتتاخذي الوراق ديال الريحان يعني كتتاخذي الوراق للريحان على ع ощب و قطحنيه بالمزيان حتى كتواري البودرة لأوراق الريحان ناعمة جدا عد من بعض كتستخدموها في هذه الغست و ستحتاجمو في هذه الغست أمو iç Guidance للقبير كذلك ستحتاج معي ان شاء الله كما قلنا الحب السوداء أوراق الريحان بيضاء و الأصفر بيضاء ستحتاج معي كمية من الكوركم أو الخرقوم البلدي وما أدراك يا البنات مما الخرقوم البلدي زوين لصباغة الشعر يقضي لجميع المشاكل الموجودة في الشعر يقضي على الشيب خصوصا وكيعتك دي كل لمعة لها باللو البني أو للأشقر غير لمعة البنات ماشي كيسبغ غير لمعة فقط يعني دكشي لكينا راك نقولو لكم وغادي تحتاج معي المكون السحري الضائع الخطير اللي هو العسل دي السكر اللي غادي نديروه الشعير دينا بشير طبولينا لانو العسل في متابة كيراتين طبيعي بزافة البنات كيخذيوا ليفلي كومنتر انهم باغين وصفة كيراتين قضاء على الشيب كيراتين تخلص من الشيب وصفة الترطيب الشع القضاء على الشيب فهذه الوصفة البنات اللي كطلبتوها مني لبنسبة المراهقات ولبنسبة اللي العيالات بليطولي في سن 50 و 60 و 70 يعني مهما كان العمر ديالك غادي تطبقيها واخر حاجة ان شاء الله فادلاغوستها دي وهي واحد معي القتل مايوناز بالنسبة للبنات اللي شعرهم ديالهم يعني ناشفناش بزف بزف كيقولوا لي يعني بغينا شعر يقول لي مسبسب حلا خرجنا من السالون وعملنا الكيراتين بألف درام ولا بكتر فليك تتقلبوا علي راكين في القناة وغير بشي حاجة اللي هم بساطين واقتصاديين وسهلين حاجة واحدة مما طلبها منكم البنات هي لي لايك لهذا الفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زي الجرس مرحبا بكم و ألف مرحبا وبغتاجيوا لاشتين مع الناس اللي كتعرفوه في موقع التواصل الاجتماعية بس ان شاء الله تعوم الفائدة للجميع ويلا هم عايين دوزول طريقة التحضير على بركة الله سوف نستخدم هنا يصفر بيضة وصفر بيضة سوف نضيف له معلقة كما قلنا البنات دي الأوراق الرايحان اللي كيكونوا مطحونين مزيان مع معلقة دي الحبة السوداء و لحبة البركة مع معلقة دي الكوركم أو لخرقوم البلدي مع معلقة دي الكاكاو موسيقى 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 كس خلطوا البنز كل شيء وضيف العسل 10 درام 500 درام 10 درام 10 درام وضيف العسل ضيف المايوناز انا اخذت كمية كثيرة لانو هاد الوصفة نطبقها على الشعر ديالي حاليا شعر ديالي شوية شفلية فبالتالي بغيت ندللي هاد الاغوسات كشعلش كترت شوية المايوناز ومتعينك ميزانك هانتوما البنات هي الوصفة ستكون هاكدا انا شخصيا كان خليها هاكدا ما كان خليش القوام ديالها عاقد كمية كثيرة ديال هاد الوصفة عاوض معي القم كل حاجة كتولي تدير ثلاثة خمسة ستة المعالق بكل حاجة باش تخلي الوصفة ولا باش تقدك لاغوستيت الشعير ديال كامل سينو إلا كنتي غادي يعني تشعرك مثلا طويل وبغيت تقتص ديال راسك بتيها تكفيلك يعني الزغبة ديالك فكتديري معي القم علقة ولكنك تخليها شوية سائلة باش كتكون سائلة بالمايوناز خصوصا اللي كان سائل بحالة ديالي اخديت انا والعسل العسل جزكا ما عليك الا انا كدخلتها لاغوستيت مزيان مزيان شوفوا ما شاء الله القوام ديالها انا حمقني القوام والرحام بلا ما نعود لكم خاتيرة يا البنات انتمنى انكم تطبقوها زغبة بزغبة وخصلة بخصلة تتكملوا لي الشعير ديالكم كامل من بعد تاخدوا السلوفان ولا النايلون اتلفوه على شعير ديالكم كامل ومن بعد تخلي هاد لاغوستي ساعة البنات اللي عندهم شي بكتير خليوها ساعة الى ما فوق يعني الساعة وناس ساعتين من الاحسن ناس اللي عندهم شي بعادي يعني قليل ولا هدا فممكن تخليوها ساعة 45 دقيقة 40 دقيقة 50 دقيقة يعني على حسب مهم البنات هاد الشي اللي كان بخصوص هاد الوصفة بعد ما كتغسلوها حاولوا ما تديروش البلسم علاش باش بل يكون النتيجة ديال هاد الوصفة لانو ويلا درتو مثلا يعني كما كان قولو احنا يا البلسم هاد الوصفة ما غادي بقى عندها تشي منفعية ولا تشي دور بخصوص ترطيب هتقول لي وصفة فقط للقضاء على الشي بلا اقل ولا اكتر يعني باش تكون كترتب وتقضي على الشي بخصوص يعني ما تستخدموش نهائي اللي هالبلسم وكذلك تشوفو وش فعل الوصفة مصدر طيقة وش فعل الوصفة فعالة او لا لا هاد شي اللي كنعمل انا شخصيا الصراحة ونتمنى هاد الوصفة كون خفيف ضريف على اقلوبكم اتمنى انكم اللي بناس تدعموني بلايك واتكترون منهم لانهم هم اللي يمخليني مستمرة هم اللي كيزيدوا افون ساوبيا القدام ويزيدوا وشجعوني باش نخدم طيلة اليوم لانو الفيديو ماشي سهلين خصوصا لنا غا نعملوا كتر مفيديو واحد في اليوم كين مونتاج كين تنزيل كين عناوين كين اصلا كنخدمه قبل الفيديو يعني كنجربوه عدما بعد نصوره يعني هاد شي كله يطلب مجهود وموقت طويل 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 والله القاسم البنات فانتمنى هاد الجهد هذا تقدروه وتعملوا لي اللايك لما غا تخسروا الى التاشي حاجة حاجة غاتبي حاجة فابور غير باش تددي تشجعيني ومرحبا بكم اشتركوا في القناة وفعلوا زي الجرس خلوا لنا التعليق وبوساليكم كبيرة وبسحية لكم كبيرة ومطلقة معكم في فيديوهات مجهة الى اللقاء